لكن خلينا نحن في الآيات الواضحة جداً وردت في القرآن الكريم وهو العلي العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم خلاص فردت يعني في الله فنعود ونقول أن العظيم إذا كان يطلق على معاني ثلاثة نأخذ المعنى الأول فقط وهو العلو في الشأن والرفعة في المنزلة فهو عظيم بمعنى عظيم الذات عظيم الصفات عظيم الأفعال الله سبحانه وتعالى لا يطلق عليه جسم لا يطلق عليها أنه عظيم بمعنى أنه جسم عظيم لأن الجسم هو المركب من أجزاء فطبعاً أي جسم يعني خذ أي شيء حتى الزر مركبة فالكرسي الكذا كل المركب من أجزاء إذن الجسم يحتاج إلى من يركبه من أجزاء يعني الكرسي ذي لا تستطيع أن تقول أن رجل الكرسي وظهر الكرسي وكذا هذه يعني جاءت لوحدها والتأمت إنها محتاجة إلى من يجمعها ويركبها حتى يتكون منها ما نسميه الكرسي فإذن الجسم له أجزاء مجزة وهذه الأجزاء تحتاج إلى من يركبها على نمط معين حتى يكون هذا سرير أو هذا كرسي يعني لم يوجد من العدم نعم كرسي لم يوجد من العدم لا يمكن يوجد من العدم لا يوجد من العدم يعني الذين يلحدون يعني أنا أعجب منهم يعني يستغربون ويمنعون أن يقال له أن هذا الكرسي لم يوجد بذاته وشخصه لم يوجد ليس له نجار وليس له مصنع إنما فجأة وجدناه هكذا موجودا يمكن هذا لكن حينما تقول له أن هذا الكون له فعل أو ما لهش فعل يرضى يقبل ما لهش فعل وتقول لك نعم في حاجة اسمها الطبيعة وهكذا شي غريب جدا هذا يعني على الماشي كما يقولون لكن لا نقول على الله أنه جسم لأن الجسم مركب يحتاج إلى مركب وهذا المركب لا بد أن يسبقه في الوجود النجار سبق الكرسي في وجوده فمعنى كده أن وجود الكرسي ذا وجود سبقه عدم يكون أعظم منه كمان طبعا سيكون أعظم منه فإذا يعني لو قلنا أن الله سبحانه وتعالى الذي سبتت له صفة القدرة المطلقة والعلم المطلق وهو أول الموجودات وأنه لا أول له ولا أول قبله إذا قلنا والله هذا جسم نقع في تراقب كأنما نقول أنه سبحانه وتعالى واحد أحد فرد صمد صمد معنى أنه لا جوف له حين نقول أنه جسم بهذا المعنى كأنك تقول أنه إله لا إله تجمع بين نقضين لأنه باعتباره إله وثبت له الصفات لا يقبل التجزئة لا وجوده لا يسبقه عدم لا يحتاج إلى غيره غيره يحتاج إليه إنما لا يحتاج إلى غيره لو إحنا بهذه الصفات افترضناه عظيماً بمعنى جسم تجمع بين نقضين لأن العظيم بمعنى الجسم يهدم كل ما سبق من صفات التي تبرهن عليها في باب صفات سبحانه وتعالى